موسيقى أتوقع بعد سنين، خمس سنين، عشر سنين بنا راح نشوف كثير من النساء اللي راح يدخلون تقصصات ما نتوقع أحد وعن بتواجه لكل الرجال بعد أن ما فيش وقت صح أو غلط العوض بس أنا مذكر كن شابة كتير مدينة شو المستقبل للنساء بالعالم العربي؟ ما بعرف شو المستقبل لأنه حتى العالم العربي ما نعرف شو المستقبل بالمطلق يعني الحلم هو أنه يكون محل أقمن وبيعطي للمرأة ايكل أبورتينيتيز توصل أنا فخورة بوجوجودي في هاي المنطق بالرغم من كل المعاصي بالرغم من كل من مر بيه من صعوبات وتحديات لكن أنا أشعر بكوني مواطنة في العراق وضمن العالم العربي الفرق بين المرأة زمان وهلا أنه هلا المرأة صار عندها فرص كتير أكتر من ما كان عندها زمان وأشعر أنه أدوارنا متشعبة وكثيرة وأحنا جادها إحنا فلسطين عنا عمف اقتصادي واجتماعي وسياسي يعني المرأة قد ما تقدر بدها تبرز دورها ما بتقدرش يعني بتلاقي حدا إلا بتدوي يخبط على بس يعني اشتركوا في القناة